ابنائي وبناتي الصف الثاني الاعدادي. اهلا ساس حاتم. اهلا بحيب الصف. منور الصف الثاني الاعدادي. ربنا يخليك وحشتوني. اه لا ولادنا دايما بيقولوها في السعيد احنا هنروح للسعيد قريفة يتوحشوك. ايه. ولادنا بيتوحشوك جامد يا ساس حاتم. ساس حاتم اه يعني عشان بصورة برضو الصف الثاني الاعدادي وعاوزين احنا عودنا ولادنا امتحانات. احنا بندخل اوي امتحانات. اه دايما انا مركز حتة نصوص قراءة نحو. تقريبا هي ده كل امتحان. التعبير اللي ولادنا حكيناه وعيدناه. خلاص بقى طالب تاني اعدادي خلاص يعني هو شبع مننا نحو تلات سنين ستة وقول اعدادي وانتاني اعدادي. فالليلة في التعبير الموضوع الموضوع بقى سهل بالنسبان. بس عشان كده بقوله يعني خد من الموضوع يعني. يعني موضوع التعبير السنينيدي ان شاء الله في صف السنة الاعدادي. هيجيله موضوع وطني. وانت عندك نصر اكتوبر كموضوع قراءة عندي. انت عندك الوحدة الاخيرة كلها. ايه وطنيات. اه الوحدة الاخيرة كلها بتتكلم على الوطنيات. بتتكلم على حرب اكتوبر. بتتكلم على النص او النص النثري. بتاع اه نجي محفوظ. فكل ده هيبقى اه كنز. انا 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 بركز قوي على حتة نصر التبر في الموضوع اللي معايا. وبقول مش حاس انه هيجي. يعني هو جاي يعني هو جاي ان شاء الله في الامتحانية. بس عشان كده نشوف منتصر كان بيعمل ايه? بيشحز زاكرته حتى ظهرت له المنطقة التي سقط فيها. هو ومجاهد طبعا من قبل فأشار لصديقه بأنه صيابت وهبط منتصر. خلاص بقى نعاوز عشان عودنا ولادنا خلاص قراءة. يعني قراءنا. يعني نشوف اسئلتنا عشان نعيش الحكاية معاهم. هات في جمل من عندك ودي جديدة شوية اسحاتي. تمام. ولادنا بينسوها شوية. يعني يجيب لك المعنى ماشي يجيب المضاد ماشي. لكن يجيب الجملة بيتعب. يعني. يشحز يملأ. حلوة اول. مم. يعني يعني هو شحز بيشحز زاكرته كده عاول زي ما هو ايه? بيشحن. هو شحن. مم. بس انا عاول بقى القضية قضية الجملة. تمام. ايه الجملة? قول بقى. يا اما انا هقول له بقى. انا قلت. لا انا قلت هنا يشحز الايه? اه. الزاكرة. لو انا اعتمدت على دي ورجعت لهم كده اسحات بنفس جملتي وجبت نفس المعنى. يشحز زاكرته حتى ظهرت له المنطقة. لو قلت كده ملأ زاكرته. حلو كده? طيب. صح ولا غلط? لو جبت المعنى وجبت الجملة من قلب القطعة. والله يوسعات بنعديها يا. لا مش بنعديها. انا 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 هانا عندي في مشكلة. اه. عندي في حاجة اسمها من عندك. شوف لو يقولك ايه? هات جملة من عندك? اه. جملة من عندك دي يعني اتجيب لجملة مغايرة تماما غير اللي موجودة فين? تمام. انت في تاني عدد النهاردة انت اكبر. اكبر. انا 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 بكالم ولادنا في حالة الزنقة. اه. لا تجيبها بقى من فقط. اه انا هجيب له جملة زنقة ويجيب له جملة من عندي. تمام. انا زي مع أستاذ سعيد قال كده وقفت قدامي والدنيا حصل تصادم ما بيني وما بين الكلمة وبقى صعب. هات المعنى مع الجمنة الموجودة في الفقرة. يعني يعني في احد الطلبة وعاوز اقولي الزكاء بتاع الطلبة هنا. فاحنا هنا يشحز وذاكرته الكلام ده ممكن تطوعها لو افترضنا من زاكرة موبايل مش زاكرة اه مش زاكرة كزا. وقلت يملأ زاكرة الموبايل بالمعلومات. صح ولا غلط? لا صح طبعا. خلاص. المحمول. وخرجت منها او المحمول اه. خلينا نقول ان احنا احنا انت 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 ولد في مرحلة صف السن الاعدادي وتتميز بالزكاء يعني يمكن اكثر من من اقران كتير اوي ليك يعني. خلينا نقول بقى تاني مضاد ظهرت. اختفت. حلو اوي. والظاهرة اللي انا بقولها كده اختفت السحب من السماء. وخلصت يا بنا خلصت. اختفت الظواهر السيئة. جميل. جمع جمع المنطقة. المنطقة المناطق. طب حقلاص كده بقى. يبقى المناطق التعليمية تهتم بالامتحانات. الله ينور عليك. خلصت عازل. انا بقول لي ولادنا على فكرة طوع طوع زي ما انت عاوز جمل. زي ما انت عاوز. عارف لو جبتها انت كنا حتى في القورة. وجبت حاجة في القورة. خلاص ما عنديش مشكلة. ماذا طلبة منتصر من قائد الوحدة. هنا بقى اللي انا بقول ايه? اللي موجود في الفقرة. اللي انا برجع له. ما هو طلب منه قال له ايه? طلب منه ان يقف عند هذا المكان. او يقف عند هذا المكان عند تل رملي. حلوة او كده. تمام. تمام. طيب اين هبط منتصر ولماذا? طبعا عند التل الرملي او الكهف الذي كان ايه? طب انت مش ملاحظ حاجة. لا سئلة كلها منين? من الفقرة. يعني انا فقراتي لما اراها صح الفقرة صح. خلاص اسئلتي تمت يعني. طالما انت جات لك الفقرة وجات لك السؤال والاجابة السؤالة من الفقرة والاجابة بتاعتها من الفقرة. لازم انك انت تحل نفسك الموضوع. هنا بقى النص اللي انا بقوله. هو ايه اللي هنا اعرف ما تحته خط. كويس? انا ما حددتش الخطوط وانا وانا بجهزها لولادنا كده جريت على الخط. اللي انت عاوزوا نعرفه. لا انا اعمل ايه بقى? انا انا هاجم على الاساس حاتم. واقول دلوقتي استخرج وهقول كمان اعرف. الاعراب اللي عندي انا عاوز كلمة من هنا. قادة احد زملائه. تحب تعرف ايه من دول? قادة احد زملائه الطائرة. تحب ايه? انا انا اديك اختيار. ايه? اعرف كلهم. قادة ده فعل ايه? يبانا حددت الجملة. طمام. يبانا اول جملة فعلية. اه. يبانا هشتغل على فعل فعل موجود. الله ينور عليه. تمام. قادة دي جملة فعلية. تمام. وده فعل ايه? فعل ماضي. ما تكتبش فعل ماضي بتاعتني عدادة وتسكت. تمام. لان ما كنت اخدت الفقل ايه? الاعراب والايه? والبناء. انا عندي كمان كنت دايما نوه لولادنا. مم. هو عنده حالة من حالات فعل الماضي ده ويمكن احنا وحنا صغيرين فعل ماضي مابنى على الفتح عارف اللي هو بيجري عليها. مم. الفعل ماضي امتى بقى يبنى على الفتح? وامتى يبعد على كلمة مابنى على الفتح دي? انا عندي يبنى الفعل الماضي على الفتح. ايوة? يبنى الماضي على الفتح في معظم الاحوال. لكنه يبنى على الضم اذا اتصلت به يواو الجماعة. كميل. يعني مثلا اهو قلنا قادوا وقاد اهو وقد تو. في فرق اهو ما بين الايه? ما بين التلاتة. قادوا لما اتصل بيواو الجماعة بنية على الايه? على الضم. يعني واو الجماعة تغير كلمة فتحة خالص اللي احنا بنجري عليها. الاتصال بيواو الجماعة. قادة مفيش ضمير فيه. مفيش ضمير فيه. يبقى مبني على الايه? على الفتح. طب قد تو اللي هو تاق الفاعل وانا الفاعلين. وانون النسوة التلاتة دول يبنى على السكور. يبقى هنا قد تو. هنا تاق الايه? تاق الفاعل. يبقى هنا مبني على الايه? على السكور. يبقى انا عندي كم حالة من حالات بناء الفعل الماضي? تلات احوال. الاولى على الضم اذا اتصل بيواو الجماعة. التانية على الفتح اذا لم يتصل باي ضمير من الضمائر الاربعة اللي احنا قلناها يبقى انا عندي واو الجماعة اهو انا الشرح السعيد واو الجماعة يساوي على الضم نون النسوة نون النسوة وجاتلنا زينب 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 هنا الفاعلين ازايك يا زينب الحمد لله انت عاملة ايه الاول بسرعة اولا انت اسمك زينب ولا زينب زينب ايوة كده نطق الصح طاعة كده طيب تسألي سؤال يا زينب ولا نسألي انا هسأل واتسئل شفت الطمعة هسأل واتسئل كل ده يا زينب انا اقولك بقى يا زينب اه ماشي يا زينب ايه السؤال اللي عندك يا زينب انت من الفيوم الاول يا زينب صح? ايوة عرفت ليه انا صوتك ليه عرفت من الفيوم ليه وكلة فراخ كده ايوة عرفت من النصلاة اقون ايو eso ما اه نجاوب ولا انا خلاص ايان اسمي بقى. طيب انت عايزة تتسئلي? ايوة. جاوب عليها. جاوب عليها طيب. هقول ايه بقى? طلب انا اصطرام انا شلت النفي. يبقى حط في الجملة في الاول ايه? لا. لا تصاحبها. يبقى انفي انفي جميتي. اه. لحنا هنييها بقى. ايوة. الفعل الامر. الفعل الامر بحوله الى ايه? بدخله للنهاية. تمام. يبقى لا تصاحب الايه? الاشرار. ها? لكن. الاخيار. الاخيار. شفت بقى اللي انت قستيه حقق نقولك ازاي? اتنين في واحد. انت سألتي وسألتي في نفس الوقت يا زينب. زينب. تمام? اه زينب ده ما انا عاوز بقى زينب اه زينب معنا? ايوة. طب زينب انا عايز اسألك سؤال بس. ايوة يسأل. انا عايزك اعريبيلي الفعل تصاحب. صاحب. اعريبيلي صاحب? وقاربيلي تصاحب. صاحب اه متدعم اه فعل لابنى على السكون. اه. فعل اه لابنى على السكون. اه. طب لا تصاحب. لا تصاحب. اه. اه. اه فعل مضالة مجفوعة علامة رفعية الصم. لا تصاحب. لا 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 لا. ايه دي? اسمها لا ايه? مجزوم. مجزوم وعلامة جزمه? السكون. انا مصمم معرف لا استنى. مصمم معرف لا ايه دي? اسمها لا ايه? نافية ولا ناهية? لا ايه? لا ناهية. اه زينب مش هنقدر عليها الفيوم. اه زينب انا بحييك يا زينب. شوفنا ان يا زينب. طعيف. اه? انا متراكم من سنة انا عارفين والله ان دول الناس بتوعنا. اللي مكملين معانا. فعشان كده زينب انا يعني انا والساس حاتم كده اه اه بنحبك وبنحب كل اهل الفيوم. شكرا يا زينب. معايا باو سحاتب على فكر حاجة بتفرحنا انا شخصيا والله. اه. لما يقولي انا متابعك من سنة ستة بتدائي. اه. احيانا اه. احيانا كنا بنلاقي طلبة جامعة. اه. ده حقيقي. طلبة جامعة. وكانوا انا نفتكر سنة من السنين. كان فيه بنت في جامعة. والدتها اتصلت بينا. كانت هي في سنوية عامة. واتصلت بينا في البرنامج. وقالت انا اولادي متابعين القناة من وهما في سنة ابتدائي. يعني طبعا دي حاجة تحسب لينا وتحسب قناة اه نصر التعليمية. تمام. اه خلاص بقى انا اه اه استخرج بقى من القطعة هنا اسم المبنيا. اخر معربة هنحول بقه. اه خلاص احنا ايه. تمام. ده كله تشرح. تمام. نبص للفقرة مع بعض ونشوف ايه الاسم المبني اللي موجود. يعني انا عندي اما بص الفقرة نجيب الفقرة معنا. الفقرة موجودة معنا. تمام. تمام. اسم تاني اسم. اسم مبني. ايوة. انا عندي اول اسم مبني قابلني. يعني هنقول اسم صريح. مش هنقول بقى الضمائر المتاصلة. اه. عندي التي اللي هو اسم موصول. يبقى اسم التي دة اسم مبني. نيجي تحتها وا. اه ادي هو. اللي هو هوا دي. خلاص يما انا حلصناه. اللي هو هو ده. انا عندي اسم قد ضمير. شيء اللي هو الهو هوا ده اللي هو الضمير اللي موجود عندي وعندي ايه الاسم الموصود يبقى ده المبنية. تمام. اي اسم بعد كده مع Hangul هلا يماですね ومجاهد بقى والتل الرملي جدا اسماء معربة. تمام. طيب انا عاوز بقى كمان فعلا احنا شوف انا عمال اتركز على اولادنا ازاي اسم المبنية فعلا معربا واخر مبنية احنا طلعنا قادة طلعنا قادة ده فعل المبنى واول ما يديه لي يقول لي انا عاوز فعل معرب لازم ادور على الفعل المضارع فقط طب يشحز الله ينور عليك انا قدامي هو احنا لسه بجملتنا زي ما احنا شغالين ادي يشحز يبقى انا عندي يشحز فعل مضارع مرفوع وده فعل معرب واحنا هنشحز هذا السؤال من نوران من البحيرة نوران. الو? الو ازاي يا نوران? عاملة ايه? الحمد لله. البحيرة برد ولا الجو كويس فيها? برد. برد والله انا حاسس بيكو ده احنا حاسين هنا في القاهرة والدنيا برد قوي. عندك اي سؤال يا نوران? لا عايزة تسيقل. عايزة تسيقل. انا عاوز بتوع البحيرة على فكرة ومنهم نوران اه على فكرة من الطالبات بتوعنا برضو بتوع زمانة على فكرة. طيب. يعني دي فعاوز سؤال ايه بقى? يتوه نوران شوي. طيب. نوران. انا ذا الطالب مكتهد. وان ذا العلم مكتهد. انا عاوز اعقد مقارنة بين ذا وذا. ايوا. ايهما معرب وايهما مبني. اه. وطي يا نوران. هي في معا اختها صغيرة اعدم عاوز. فهي اللي عمات علي الصوت انا عاوز. اه. اه. ايهما مبني وايهما معرب ولماذا? زا زا. زا وزا. ان ذا الطالب مكتهد. وان ذا العلم مكتهد. اه. زال اولانية. ايوا. اسم انا. اه. منصوب بالالف. اسم انا منصوب بالالف. لا انا عاوز مش عاوز الاعراب. انا عاوز ايهما مبني وايهما معرب. يعني زال اولانية مبنية ولا معربة? خلي بالك ركزي في الجملة ده سؤال امتحاني. معربة. معربة. طيب. طب انا هشرح حالك. زا هنا بمعنى صاحب. اه. لا. زا هنا اسم اشارة يا نوران. بس انا عاوز بس اقول حاجة يا نوران. نوران اسمعين. انت معاك اه اخوك محمد اللي هو في تالتة سنة وولعت جنبك انا سامعه. بس قولوه يركز يا محمد معايا يعني ركز معايا عشان ما يتوكيش انت. لان انت يا نوران انا عارف ان انت لو ركزتي معانا هتعرف الصح. معايا كده زا شوف انت اقولت لسه وصحتي بقولك ايه زا طالب. شوف يفرق بينيه? يعني شوف الاشارة زا الطالب. اه. تمام. يعني هذا الطالب. لا ان عندي هذا ممكن تجيلي في سورة زا. هذا ممكن تجيلي في سورة زا. ووردة في بعض النمازج. يعني وردت في بعض النمازج. النزاء بمعنى هذا يبقى ده اسم اشارة. يبقى ده اسم ايه? اشارة. اما زات تانية اللي هي بمعنى صاحب العلم. يعني الاولانية ان هذا الطالبه ان هذا الطالبه مجتهد. يبقى زال الاولانية دي اسم اشارة يبقى مبني. يبقى اه اسماء الاشارة مبنية. اه. وزاعة الثانية اللي هي بمعنى صاحب اللي هي اسم من الاسماء الخمسة ده معرب. يبقى لما جعل بالاولانية هقول اسم اشارة مبني في محل نص باسم ان. التانية هقول اسم ان منصوب علامة نصبيه الالف لانه من الاسمائل ايه? الخمسة. دلوقتي اتخلي بالك من ها يا نوران ان انا عندي هذا ممكن تيجيلي في الامتحان بمعنى زا. وهذه تيجي بمعنى زي. ركزوا في الحتة دي يا جماعة لان دي لو حب ان هو يحطها لك بالامتحان هتيجي لانها ورجت في مجموعة من الامتحانات السابقة. شكرا يا نوران بس الاول شفت زا زي. هزا هذه. الولادنا لازم يعني يسحلها قوي. بان انا ان انا حولناها لان اه على فكرة هي هي نوران بس يلتبس معها الامر في حتة ان انا ايه? انها صعبة شوية. صعبة. اه لا والاتنين بمعنى صاحب يعني اتنين اسمائها خمسة. بس انا مجبع ادول اصعيد بس فعلا جت وردت في امتحانات. احنا بقول لو جت ركة عالية. اه. لازم اولادنا برضو احنا بنتكلم مع اولاد مدرسة على الهوة. لابش حاجة اسمائها عالية احنا النهاردة بنديك حاجة بتيجي في امتحانات. فممكن تتحطي لك في الامتحان. الطالب يوقف عندها. لأ. لما تيجي بمعنى هذا تبقى اسم مبنى. لما تيجي بمعنى صاحب تبقى اسم معرب. لانها اسم من الاسماء ايه? الخامسة. والاسماء الخامسة معربة ليه? لانها ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجرب الياه. طيب. سؤال زي اللي سألوا او او سألته بنتنا عائشة. اللي هي بقى لعبتوا كرة القدم للطائرة. بعل لكن بدلا من لا مع بقاء المعنى وغير ما لازم. كنت لا استعجلت على الحكاية كلها. لعبتوا كرة القدم. لا الطائرة. الطائرة. طيب. اه الجملة موجودة قدامك. تمام. طيب انا طالما هشل لا يبقى لازم انفي جملة. بقى انا انا شلت من هنا كرة لا انفيها من قدام بقى. انا عندي كم اداة نافع السعيد اربعة. هم. لا ولم وما ولن وليس. هم. طيب اه خمسة. طلعوا خمسة. تمام. طيب. هل لا لعبته ولا ما لعبته? ايهما اضاق. يبقى ما لعبته. اه. ما لعبته. الكرة. كرة القدم. الطائرة. اقول الطائرة. لكن. كرة القدم. كرة القدم. هنا انا بدلت ولازم نفي يا جماعة لازم نخلي بالك. لازم نفي يتناسب مع الجملة. على فكرة الجملة دي يعني بنتنا سألتها وهي جاية وفي الامتحانات على طول. عشان بس اولادنا تيبقى عندها المعلومة بتاعت لا ولكن عشان تيبقى ايه. تمام. عندها الادراك فيها كمان يعني. طيب اه من نص من اجل مصر. اه احنا دايما نقول لولادنا من النصوص يبقى في حديث معايا في ايات كرآنية عندي. وانا جايب لي اتنين. عشان اولادنا يبقى عندهم المنبيا انها ما فيش مش هيخلوا لانمتحان منهم يعني. شعور. فاحنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحونا ارضا نيوزكرا فيها القراب. طبعا كان يقصد بها ايه مصر. مصر. طيب. ما مراد ستفتحون. اه ستملكون. اه هي تملك مصر اه يفتح الله عليكم بمصر. جمع القراب بقى. القراريت. قراريت او القراريت. وما قيمة العطف بين حلمة زمة ورحمة. هو الجمع بين الحقوق وبين صلة الرحم. اه. يبقى القرابة. القرابة وصلة الرحم وبين الحقوق والوجبات والمشاعة الانسانية. تمام. لماذا? نحب ان ايه صلى الله عليه وسلم? لانهم يعني ينون ايه? مشهود عنهم. اه. بحفظ العهود والمواصيق. رقم واحد. رقم اتنين. قوة شعب مصر. لان رب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه حاجات كي ترقوا بيوصف فيها المصريين. رقم تلاتة. صلة القرابة بين الرسول صلى الله عليه وسلم من جهتين. ايوا. الاولى السيدة هاجر. هي هنا بقى. اه. الجده الاولى. الجده الاولى سيدنا محمد. اه. طبعا. ام سيدنا اسماعيل. طبعا. انها في قصد كانت مصري. تمام. تمام. والسيدة ماريا القرقية. ام ابن سيدنا محمد. طبعا. ام ابراهيم ابن سيدنا محمد. يبقى فعلا حصل المصاهرة مع مع المصريين. وحصلت كمان صلة الايه. زي ما احنا قلنا الجده الاولى هي السيدة هاجر. ولما كان المصريون اهل زمة ورحم. على فكرة جميلة اوحي تتزمة ورحم. يعني الاتنين. مع اختلاف حتى الاديان. مع اختلاف كل العقائد. انت لازم بتتصل بحاجة اسمها ايه. الرحم كمان او صلة الرحم والقرابة في كل هذه الاحوال. بما توحي كلمة استوصى الاول. اه. استوصى وتوحي اه هي اولا فعل امر. مم. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على حسن معاملة اهل مصر عند فتحها. تمام. قيمة بقى ذكر القراب. اه. هنا اللي يدل على الخير الموجود في مصر. حلو. يعني الاراضي في مصر على فكرة الكائمة نفسها ستفتحون ارضا يذكر فيها ايه. القراب. وهنا دي التعبير ده يدل على مصر. ليه. لان مصر كانت تستخدم لفظ القراب. كقياس. اه. قياس الاراضي الزرعية. وفي نفس الوقت في قياس الذهب. ده لغاية دلوقتي يقول لك واحد عشرين اقراط اتنين وعشرين اقراط الكلام اللي بيتقال ده. جميل قوي خلاص كده. نصائح غالية اتنين. انا 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 صممت ان انا اجيب لاتنين ورا بعض قوي. عشان يبريبين من بعض. يا ابني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانها عن المنكر واصبر على ما اصابك. ان زلك من عزم الامور. واخدينها دي في سنة اقول لها ابتدائي على فكرة. ومتتكرر في الصف السلق. اه يعني. مكررة قوي كده. تمام كده? دي النصائح اللي موجودة معايا. بقول تفسير بقى المعروف. ايه هو المعروف? هل هو الخير ولا التعارف ولا المعرفة? يعني ربنا سبحان تعالى يطلب منك ايه? يعني او لقمان يطلب ابنه ايه? وامر بالمعروف يعني اامر بالخير. على فكرة يعني عشان بس ان كان في بعض تفسير الخاطئة. لبعض مدعين التفسير. كان يقول لك والشيء المتعرف عليه. لكن ده مش المقصود على فكرة. تمام. كلمة المعروف ده اللي هو ايه? الخير. الامر بالخير. جمع الصلاة? هل الصلات ولا statutول ولا الصلوات? حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. كم مفرد الامور. اهscheب بقى السايب. اللي موجودة في القطع ايه? لأ انا عاود بس اقول لك الاول تفسر لما بينهم. انا عندي الامر والامر اللي موجودة دي. تمام. هنا انا عاود تفسير ما بين دول. يعني انا ان زلك من عزم الامور. انا عندي اياتي بتقول لكم. يبقى هنا امر. طيب كلمة امر دي اللي هو المفروض اسم فاعل منها. اسم فاعل من الفاعل امره. هو ده. هو ده. يا بني. ده اسلوب ايه? اسلوب نداء. الوصايا بقى اللي اجتمت عليها الاية وده برجع بها لولادنا كده. ان ترجع للايات الاية اللي موجودة عندك. وتكتب اللي موجود. تكتب اللي موجود حتى لو انت على قدر ما تقدر اللي هو المعنى بتاع الكلمات. يعني هنا بقول ايه اقن الصلاة. يعني اد الصلاة في اوقاتها وفي خشوع. تمام. ده رقم واحد. وامر بالمعروف. وانهى عن المنكر. واصبر على ما اصابك من البلاء. لان ذلك من عزم الايه? كل ده في الاية دي موجودة فانت بتجيبها. بتجيب الحاجة اللي موجودة او اللي رسمي هتجيبها يعني. طيب اه على فكرة كنت دايما اقولها لولادنا برضو في الصف السادس. اقن الصلاة ولا ادي الصلاة. طبعا اقن الصلاة لان كلمة اقن الصلاة هو تأدية. بص كلمة اقن اوسع واشمل. لكن ادي لا. يعني اقن عفوا اقن فيها خصوصية. يعني اقن فيها ايه? خصوصية. اللي هو اداء الصلاة في اوقاتها. الاهم في اوقاتها. اللي هو الاقامة في اقامة الصلاة في وقتها. تمام. لكن ادي اوسع واشمل. يعني ادي الصلاة وخلاص. يعني ممكن واحد يعمل ايه? يقولك ادي لو جات أدي الصلاة. ليلك هو مش المطلوب مني أداء الصلاة. في غير أوقاتها. في شان عندي آية بتقول. ويلو المصلين. الذين هم عن صلاتين. ساهون. كلمة ساهون ده يعني ايه. يعني اخر الصلاة من الصلاة للصلاة. يقبل أداء مش حلم. تمام. يقبل كلمة ادي دية مش هي المطلوبة مش هي الأجمل. عشان كده. آه عشان كده ربا سعود عليه. واقم الصلاة. اقم الصلاة يعني تأدية الصلاة في أوقاتها. جميل. التكبر والتعالي من الاخلاق الزميمة التي يبغضها الله تعالى اكتب الاية بقى. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في القرآن. بس خلاص. كده يبقى احنا قلنا اللي عندنا. تعالى بقى ما قولي النحو حبيبك وحبيبنا كلنا. النظام سلوك يجب على كل فرد ان يقدر اهميته. خلاص اه 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 انا عاود اعرف ما تحتوي خط. اسم مجروع علامة جريه الكسر. اللي هو ايه? الكون. مش اقول الكلمة? اه 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 فيه. ما هو الكلمات اللي تعطاها خطة عند الكون. يعني انا من كتر السرعة السعيدة يعني كنتقول ايه? ما فيه? سرعة سرعة سرعة. اه. الكسرة. الكسرة. اه انا انا عندي هنا يبقى عندي حرف الجر وهد الكون الاسم المجرور وعلامة الجر. تمام. طيب الاعضاء لتستريح في الاعضاء. ايه اللي تستريح? لحنا قلنا جمع فعلية اه. اه. يبقى انا برضو بداية عرفت الجملة. الجملة عندي كلمة تستريح. يبقى تستريح وسكت. ايه تستريح زي ما انت قلت. العضاء. يبقى هي دي الفاعل. فاعل مرفوع على متراف ايه الضم. تمام. يا بيسعى الانسان. مين اللي بيسعى? برضو الانسان. يبقى فاعل مرفوع على متراف ايه الضم. طب انا هقول بقى تاني. اقول بقى حاجة لولادنا. وساعات اجيبها واقول لولادنا كده. هل ده ممكن ينفع? ان يجي لتنين يتعربوا حاجة واحدة تحت اعراب? لا. اقول له لا. اه صعب. اقول له لا. يعني حتى لو جت هتيجي عن طريق ايه بقى? ان طريق الخطأ. عن طريق ان كزا. لكن شك اوي شك اوي. وتوه كمان لما تلاقي كلمتين انت اعرفتهم اعراب واحد. اه. انت ممكن السعيد يجي لك اعراب كلمتين باعراب واحد. لما يجي لك مفعول به. لما يجي لك مفعول به. بس ممكن تبقى مفعول به اول ومفعول به ثاني. يعني ممكن واحدة فيهم تبقى مفعول به اول. تجي لك اعراب. والتانية مفعول به ثاني. دي ممكن تجي لك. ليه? لانه هو هنا انت هنا عايز يعرف منك القعدة. اذا كنت انت عارف الفعل ده. بينصب مفعولين ولا ما بنصبش مفعولين. تمام. طيب. انا عندي بقى الاول كمان اخر حاجة. شو بقى يكسب ايه? رزقه. رزقه. طبعا عندي رزق هنا مفعول به منصوب علامة نصبي الفتحة. خلاص. والهاء. لا انا بقيت في تانية. انا وخدت انواع الضمائف. والمرة دي خدنا المبني والمعرب. صح كده. اه. وخدنا ان الهاء او اي ضمير يتصل بالاسماء يبقى مضاف اليه. يبقى هقول الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طيب. برضو السؤال التاني. هل هو لو سابها ده يعتبر يخصم من الدرجات عنده? يعني الغايد دلوقتي لا. لا انا اقول لي يتخصم. انا عايز اخوف اولادنا. انا عايز اولادنا يخلي بال. انا عايز اولادنا يخلي بال. تحت ايه? رزقه على بعضها. فانت تعريبها لي على بعضها? فاحنا بنقول ايه? دايما يا جماعة انا ما انا ما انا اقول كده ليه الصعيد. انا عاوزك تتعود دايما. عاوزك تتعود دايما انك انت لما تيجي تقرب كلمة فيها ضمير لازم تقرب الضمير معها. وخاصة انا بقول ايه? ان الطالب في تانية عدادي معرض. انت معرض النهاردة. انا لو فيقول عدادي اه ممكن اعدها له. في تانية عدادي بنسبة عشرين في المية ممكن ما تعدينه. كل ما بتكبر بتكبر مسئوليتك وبتكبر مطالبتي انا ليك انك تجود بقى. انك حتى تزود لو انها حتى ما طلبتاش انت تعملها زيادة. استخرج من الفقرة فعلا مثالا وفعلا ناقصا. وعرفنا اولادنا يعني ايه مثالا? ويعني ايه ناقصا? طبعا مثال يعني مؤتل الاول. جميل. يبقى بدايته علة. اوله حرف علة. جميل. قلنا هنجيبه ازاي وانا معلمكم من السنة الفترة والسان الصعيد. لما كان في حلقاتنا السنة الفترة. كنت اقول لك هات الفقل وحوله للماضي. يعني هات الفقل اللي موجود عندك وحوله للماضي. طبعا. ما تشتغلش على الفقل وهو في حالة المضارع او متصل بضمير. اشتغل عليه في حالة الماضي المجرد. الماضي المجرد. اللي ما فيوش اي ضمير. طبعا انا اشتغل زي ما انت قلت كده. نرجع. النظام سلوك يجب. ادي اول فعل عندي يجب. يجب. نعيش معه يجب كده. اه. هات برضو لكلمة مش بردك بقى اشتغل. وعايز فعل ايه تاني بقى? احنا احنا اقولنا بقى احنا عاوزين مساله ناقص. احنا اقولنا ده المسال عشان بدايته. عد اربعة تستر. اما انا شايفه بصحة قدامي يعني. ايوة. يعني انا عندي ايه ما في الكون طرى. اهو طرى. انا عندي طرى. اه ده هنا في السطر التاني. اه. هات الماضي بتاعه رأة. الماضي بتاعه رأة. ماشي? رأة هنا. معتلل ايه? الاخ. يبقى هنا ناقص. تمام. نرجع تاني تحت. يسعى. طب خلاص. عشان انا دايما انا جبت يسعى في الاول ايه? انت ما تدخلش نفسك في القصة. يعني انت قلت ايه الكون طرى. وجات للطرى هنا اه اللي اللي عندي ممكن ما تلاقيهاش. انت ما تلاقيهاش بدماغك يعني. فانتهت الفعل الصريح اللي اللي واضح قدامك. اللي هو يسعى. اللي هو ايه? معتلل الاخر اللي هو الناقص اللي موجود عنه. تمام? طيب. بص بقى اللي جاية كده برضو عشان ايباحنا كده خلصنا معاهم. انا عندي نعتا شبه جملة وعندي معطوف وبين علامة اقرب. نعت جملة ونعت مفرد. تمام. انا شفت نعت جملة. نعت شبه جملة وبين محلها. اه. ومعطوف. نبدأ بالمعطوف الاول. نبدأ بالمعطوف. زي ما احنا قلنا كده لولادنا عشان يبقى احنا ماشينا صح. المعطوف. ان يقدر اهميته. وابوس هو السعيد. يقدر هو اهميته. ايوه? وخطورته. يبقى انا عندي. انا عندي. حرف العطف هو. ايوه. اه. يبقى هنا ايه? اه معطوف منصوب وعلامة نصبي الفتحة. يبقى. والهاء ضمين. يبقى اعرابي الاهميت واساس. عشان بيها اقدر اعرف كلمة ايه? خطورته. تمام كده? احنا قلنا ايه تاني? عشان يبقى ايه? عاوز نعت شبه جملة. وبين محلها الاعرابي. نرجع للفقرة تاني. وان طالما قال لي نعت جملة او شبه جملة. لازم ادور على النكر. يبقى. انا عندي بس الاول. الجمل الجمل وشبه الجمل واشباه الجمل. بعد الناكرات صفات. وبعد المعارف احوان. احوان. يبقى انا بتكلم على لازم نقول ايه بقى? ناكرة. عشان نجيب فيها ايه صيفة. والصفة شبه جملة يبقى انا اشوف اللي عندي. نروح لفين? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بالسطر القبل الاخير. ام. عندي كلمة مطالب. ويوفر مطالب في حاجة ايه? اليها. كلمة مطالب ناكرة وجيه بعد ايه اجاره مجرور يبقى انا عد شبه ايه? شبه جملة. طيب احنا قلنا ايه تاني انا عاوز عشان اولادنا ايه بحنا خلصنا كل حاجة بسرعة. ايه اللي موجود تاني يا صحاتم انت عاوزه? اللي حضرتك تؤمر بيه. اسلوب شرط. اسلوب شرط تحدد اجزاء ده بتاع سنة اولى. ام. اسلوب شرط ده بتاع سنة اولى. طيب. يدور على اداة الشرط. ام. عندي من وان ومهما ومتى واينما. بصمع هنا السطر التاني وان تتأمل ما في الكون ترى انه يسر. مدام في جواب. مدام في جواب. جواب شرط اللي هو بنسميه جواب الشرط. يبقى لازم يكون فعي ده اسلوب شرط كامل. اه. يبقى انا عندي ان اداة شرط. تتأمل فعل شرط. طرى جواب الشرط. طب ايه مطلوب مني ده كموجود السابل فاتت? احنا قلنا الناحو تراكمي. وربما ما يجي لكش اختيار او ما يجي لكش استخراج. ربما يجي لك اعرف فعل طرى. بس. اعارف انت هنا ان ده فعلي جواب الشرط. مجزون على المجهز محصف حرف. حصف حرف العلم. يبقى شرب الكوكتيل. بتاع اللي احنا الدنا النهاردة هو ده الامتحان. ونخرج لفاصل. ونرجع بعد الفاصل ليكم ان شاء الله.